من هنا تبدأ جهة التلاقي فيما بين النشاط الإبليسي والنشاط الإنساني في مشروع جولة الباطل هذه النوازع في نفس الإنسان هي التي تشكل النوافذ التي ينفذ إبليس من خلالها ومن خلال تلك النوافذ تصل موجات الإرسال الإبليسية التي تحدث عنها الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل من أدعية أيام شهر رمضان من أدعية نهارات شهر رمضان الوسائل والأساليب والسبل والطرق والمصائد والكمائن التي يعتمدها إبليس في مشروع جولة الباطل ومثل ما قلت لكم هناك جناحان هناك جناح شيطاني قرأت ما قرأت عليكم ما يشير إليه كما في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري وكما في دعاء شهر رمضان والرواية هذه تشير إلى الجهة الإنسانية المشاركة في مشروع جولة الباطل هذه النوازع التي تدفع الإنسان لدعوى الربوبية لدعوى النبوة لدعوى الإمامة وهذه الدعوى ليس بالضرورة أن تكون صريحة أن يقول الإنسان من أنني إله فهذا الأمر قد لا يصدق وقد لا يقبل في زمان كزماننا هذا وإن كان هناك آلهة في الهند وغير الهند من بني البشر لكنني أتحدث بشكل عام وخصوصا في أوساطنا نحن حديثنا عن واقعنا الشيعي فإن أحدا لو ادعى أنه إله لا يصدق لكنه قد يقول من أنني قد فنيت في الله ومن أن الله قد فنى فيه قد ظهر فيه كما يفعل الصوفية من النواصب أو من الشيعة الذين يقال عنهم العرفاء وكما وكما في واقعنا الشيعي صعب جدا أن يدعي أحد النبوة نعم هناك من ادعى الإمامة ولا زالوا يدعون الإمامة ولكنهم لا يفلحون يخدعون جمعا قليلا من الناس المشكلة في الدعوة المبطنة مثل ما يفعل مراجع الشيعة مراجع الشيعة فيما بينهم وبين أنفسهم يتصرفون بمعزل كامل عن إمام زمانهم فقد نصبوا أنفسهم أئمة والشيعة تتعامل معهم كذلك وإن كانوا في الألفاظ يقولون عنهم من أنهم نواب لإمامهم من أنهم نواب لصاحب الزمان من دون دليل لكنهم في الحقيقة يتصرفون على أنهم أئمة والشيعة تتعامل معهم كذلك ولذا ترى عيوبهم محاسن لأنهم لا يرون عيبا لهم ويرون عجزهم كرامة ومعجزة حينما يكون المرجع الذي وظيفته الأولى الخطابة والحديث والبيان حينما يكون عاجزا عن ذلك يعدون ذلك حكمة وكرامة ومعجزة له لأن شيعة تراه إماما لا ترى نقصا فيه نائب الإمام فيه ما فيه من النقص الإمام هو الكامل أما نائب الإمام فيه ما فيه من النقص سلمان المحمدي فيه ما فيه من النقص جابر الجعفي فيه ما فيه من النقص السفراء الخاصون في الغيبة الأولى فيه ما فيه من النقص الكمال خاص بالحجة ابن الحسني فقط هالنقص يلاحق الجميع فالمرجع حتى لو كان مرضيا عند صاحب الزمان وفي الحقيقة بالنسبة لي لا أعتقد أن مرجعا شيعيا يوجد في زماننا هذا وحتى في الأزمنة الماضية لا يوجد مرجع عندنا يمكننا أن نصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان أتحدث عن مراجع زماننا هذا وعن المراجع الذين سبقوهم والذين سبق الذين سبقوهم لا أعرف أحدا منهم يمكنني أن أصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان وهو غاطس إلى سقف عمامته في قذارات النواصب عقائدا وتفسيرا وفكرا وفتوى كيف سيكون مرضيا عند صاحب الزمان وحاله هو هذا وحال الجميع هو هذا مرضي